بها نتنياهو هي بالتأكيد إسرائيل خلال الفترة الأخيرة والستة شهر الأخيرة من فترة إدارة رئيس ترامب حققت انتصارات دبلوماسية كثيرة في المنطقة العربية إسرائيل تحاول أن تدفع دول عربية أخرى إلى توقيع اتفاقات تفاهم معها لكن العربية السعودية بالذات في تقديري ما رح تدخل هذه الخطوة لأكثر من سبب يمنعها من هذه محلي وإقليمي ودولي وبعدين العربية السعودية عمليا ما رح تحتاج هذه الخطوة في هذا الوقت العربية السعودية عندها الضمانات الأمريكية كبيرة جدا وبالتالي ما رح تحس بالوهن تجاه إيران وهذا أحد العوامل الذي يدفع إيران إلى وجود الاتفاق الدبلوماسي أو الترويء أو ترطيب الأجواء مع العلاقات مع السعودية ودفع العراق إلى قو إلى قيام بدور الوسيط هو أن إيران تحب أن السعودية تبقى بعيدة عن التوافقات أو التفاهمات الإسرائيلية حتى وإن تكون غير موقعة يعني هل نعرف أن الطيران الإسرائيلي بدأ يستعمل الأجواء السعودية وهذا طبعا قرب إلى منطقة الخليج وإلى جنوب إيران بشكل كبير وهذا ما يصف في مصلحة إيران العسكرية إذا ما صارت هناك تسخين أكبر بالمنطقة إذا نعود إلى دكتور عاطف من جديد دكتور عاطف اللغة التي يستخدمها الإيران تريد أن أنت diffé ترتبار ترجمة نانسي قنقر talking